المكون تصرفاتي في الطريق الحكاية الصبي الأصفر والأضواء صبي أصفر صغير يعيش في بلد أصفر كل شيء أصفر كل شيء أصفر للغاية في أحد الأيام دهب الصبي الأصفر للبحث عن ألوان أخرى مع كلبه الصغير ركب الصبي الأصفر الصغير وكلبه حافلة بيضاء تعبر بلدا أبيض اللون وحينما وصلوا وجدوا أنفسهم في مدينة حمراء كل شيء فيها أحمر اللون الناس والبيوت والسماء كلها حمراء اللون ركبوا طائرة برتقالية اللون تحلق فوق تلال برتقالية ثم ركبوا قاربا أخضر وأبحروا في بحر مياهه خضراء وفي الأخير وصلوا إلى مدينة غريبة ألوانها حمراء وخضراء وبرتقالية كل هذه الأنوان ترقص في المدينة كل هذه الألوان ترقص في المدينة حينما تنير الأضواء الحمراء تتوقف السيارات والدراجات ويأبر الراجلون الطريق وحينما تنير الأضواء الخضراء تنطلق السيارات والدراجات ويتوقف الراجلون عن عبور الطريق potبع اشتركوا في القناة